بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي وطلبة الثانوية العامة بصفة عامة تحية طيبة مباركة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بشرفني أن أكون معكم دكتور مصعد عبد الرحيم المخرط نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هذه قطعة قراءة تتكون من صفحتين هي قريبة من عدد الكلمات التي ترد لنا في الامتحان عليك عزيز الطالب عزيزة الطالبة أن تنتبه معي جيدا عليك أن تقرأ قراءة مركزة تقرأ بتركيز عليك أن تعزل نفسك عما حولك من مشتتات فعندما تشاهد مباراة مهمة لكرة القدم مباراة مهمة أو مسلسلا أو برنامج معينا تركز فيه جيدا عليك أن تفعل ذلك وأنت تقرأ القراءة تقرأ بعينيك لا تردد الكلمات في ذهنك تقوم بوضع إصبعك تحت الكلمة التي تقرأها حتى لا تعود لسطر قرأته مرة أخرى تقرأ بتركيز نحاول معا قصة الحروب منذ نشأة الخليقة إنما هي قصة سلطان متغطرس أو مجنون يريد أن يشفع غروره وكبرياءه على حساب دماء الناس وأرواحهم ولكنه الطموح الإجرامي الذي لا يقف عند حد سأل أحد الفلاسفة الإسكندر الأكبر ملك مقدونية بعد فتح أثينا ماذا تنوي أن تفعل قال أغزو فارس وبعد فارس قال أغزو مصر وبعد مصر قال أغزو العالم وبعد العالم قال أستريح وأستمتع فسألوا الفيلسوف وماذا يمنعك أن تستريح وتستمتع الآن ولكن الإسكندر لم يسترح ولم يستمتع لا في الوقت الحاضري ولا في أي وقت من الأوقات فقد دهمته الحمى وهو محموم بمطامعه في غزو العالم فمات ببابل دون أن يحقق شيئا لنفسه ولا لأمته فما أسوأ الطمع وما أفدح ثمن الغرور وليس معنى هذا أننا دعاة استسلام أو دعاة تهدئة كما يقولون حين يشيرون تأدبا إلى دعاة الهزيمة حاش لنا ذلك إنما نحن لا نؤمن بالحرب التي لا تحقق غير الدمار وسفك الدماء وإهدار الموارد والكرامة الإنسانية إشباعا لهوايات مجنونة عند بعض الحكام وزعمات وإننا إذ ندين هذا الفريق من الحكام أو الزعمات نشعر بالإكبار الحق لموت الإنسان دفاعا عما يؤمن به من قيم ومبادئ فما أنبل هؤلاء البشر ولقد روى التاريخ آلاف الأمثلة على ذلك فقد تجرع سقراط كاس السمي وقبلت جاندارك أن تحرق وأقدم على الموت في فروسية وبسالة ملايين من البشر العاديين خلال الحروب التي استمرت عدة قرون فأعظم بتلك الأمثلة الرفيعة النبيلة وهذه الحروب في مجموعها قد تمثل إقبال الناس على الانتحار ولكنها كانت تنطوي أيضا على شيء من البطولة شيء من النبل شيء يكاد يرفع الرجل العادي منا إلى أعلى الدرجات إن أعظم حب ينطوي عليه قلب الإنسان أن يضحي بالروح من أجل صاحبه ووطنه فهذه المشاهد من قصة الإنسان تبعث فينا المهابة والتوقير والعجب والرثاء ولكننا إذا استطعنا اجتناب خطر الحروب التي تهدد البشر ذلك الخطر المفجع فإن الأجيال التي ستحيا في عالم تحرر من الحرب ستنظر في قابل القرون إلى النصب التذكارية لقتل الحروب الكبرى في التاريخ بشعور يختلط فيه الكبرياء بالحزن والإعجاب بالرفاء ولسوف نذكرها إذا أمس المساء وأصبح الصباح إننا نحب النهار لكننا لا نخشى الليلة ونحب السلام ولا نخشى الحرب وعلينا أن نسهم بكل جهودنا في أن تستخدم الطاقات التي أوضعها الله تعالى الكائنات استخداما يعود بالخير على الإنسانية لا بالدمار وهناك أمر يجب أن نأخذه ما أخذ اليقين هو أنه إذا قام نزاع في العالم فلن يكون أمام أي جانب من الجانبين المتنازعين فرصة للنصر بالمعنى الذي يفهم من هذه الكلمة فالحرب العلمية إذا أطلق لها العنان فأغلب ظن أنها لن تدعى أحدا على قيد الحياة فليس أمام النوع البشري إلا أن يختار واحدا من اثنين إما السلم عن طريق الاتفاق أو السلم عن طريق الموت الشامل فالمسلم والمسيحي واليهودي سواء في إيثارهم للحياة على الموت لهذا فإن الخطر الذي يهدد بفناء الجنس البشرية وموت كل حيوان يحيى على الأرض يجب أن تتصدى له البشرية بشجاعة كما تعودنا أعزائي الطلاب نحن نقرأ جيدا نقرأ السؤال جيدا ثم تحاول أن تجيب عليه بأن ترسل إلي رقم الإجابة الإجابة تكتب واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة على الشات وأنا سأقول بعض الأسماء ويسامحني الذين لا أستطيع أن أقرأ أسماءهم لأنه أحيانا تأتي إلي أسماء كثيرة ننتقل إلى السؤال الأول هذا النص من دروس القراءة موجودة في منهج الصف الثاني الثانوي للدرم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني من مؤلف النص؟ هل هو نجيب محفوظ؟ عباس محمود العقاد عثمان عبد الحميد نوية طاها حسين من هو مؤلف النص؟ إنه الاختيار الثالث عثمان عبد الحميد نوية بعض المعلومات عنه نعم الإجابة صحيحة عثمان عبد الحميد كاتب مصري ولد في التاسع أم التاسعة عشرة هل تتذكر عزيز الطالب عزيزة الطالبة العداد من 11 إلى 19 معدى 12 مبني على فتح الجزئين تقول في التاسعة عشرة من سبتمبر عام 1915 وتوفي 1980 ميلادية عمل وكيلاً لوزارة الثقافة ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للفنون والأداب ومن مؤلفاته حيرة الأدب في عصر العلم السلام وجائزة السلام مرادف ما فوق الخط يمكن أن يكون ما يلي ما عدا الله هذا سؤال مهم للغاية هو يقول مرادف ما فوق الخط ليس أياً مما يلي ولكن يقول يمكن أن يكون كل ما يلي يعني كل هذه البدائن يعني كل هذه البدائن صحيحة ما عدا نقرأ العبارة جيداً قصة الحروب منذ نشأة الخليقة إنما هي قصة سلطان متغطرس أو مجنون يريد أن يشبع رغباته مثلاً متغطرس متكبر عظيم متعجرف متجبر هناك ثلاث إجابات صحيحة هو لا يريدها هو يريد الإجابة التي لا يمكن أن تكون ممثلة لمعنى كلمة متغطرس الاختيار الثاني عظيم إذن متغطرس معناها متكبر ومتعجرف ومتجبر أي جبار ولكن ليس معناها هنا عظيم ننتقل إلى سؤال آخر هذه الحروب في مجموهها قد تمثل إقبال الناس على الانتحار لكنها كانت تنطوي أيضاً على شيء من البطولة مرادف تنطوي كل ما يلي ما عدا أي طوي تعني ثلاث بدائل البديل الذي لا تعنيه كلمة طنطوي نعم إذن الاختيار الثاني هو الصواب عليك أن تركز جيداً ما المطلوب منك مرادف تنطوي تشتمل نعم تتضمن نعم تحتوي ولكنه ليس هذا هو المطلوب المطلوب لا تعني ماذا كل ما فوق الخط كل البدائل هي مرادفات لكلمة طنطوي هنا في الجملة ما عدا تمثل ننتقل إلى سؤال آخر هنا عاد السؤال للطريقة العادية المعتادة فالمسلم والمسيحي واليهودي سواء في إيثارهم للحياة على الموت ما مرادف كلمة إيثارهم كما هي موجودة حبهم عشقهم تفضيلهم رغبتهم نعم هذا السؤال محير لأنه يوجد بين البدائل ما هو يتقارب كثيراً للمطلوب هل معنى الإيثار الحب أم العشق أم التفضيل أم الرغبة إيثارهم تعني تفضيلهم يؤثر الشيء يحبه نعم يعشقه إلى حد ما يرغب فيه نعم ولكن الإيثار هو التفضيل ذلك البديل هو الصوت ما الفكرة الرئيسة للفقرة تقرأ الفقرة جيداً وتحاول أن تستنتج الفكرة الرئيسة قصة الحروق منذ نشأة الخليقة إنما هي قصة سلطان متغطرس أو مجنون يريد أن يشبع غروره وكبرياءه على حساب دماء الناس وأرواحهم ولكنه الطموح الجرامي الذي لا يقف عند حد هل سبب الحروب حكاية ملك غرور وكبرياء نشأة الخليقة نعم الإجابة صحيحة تتمثل في البديل الأول سبب الحروب إليك توضيح عزيز الطالب عزيزتي الطالبة الفكرة الرئيسة هي التي تعبر عن أكبر قدر من معلومات الفقرة أو الفقرة وكلاهما صواب في المعاجم وتضم المعجزة الأساسية فيها هنا الفقرة تتحدثه يقول قصة الحروب قصة سلطان متغطرس أو مجنون يريد أن يشبه كبرياء على حساب دماء الناس ولكنه طموح الجرامي هل يتحدث عن سبب الحروب أو نشأة الحروب نعم هل هي حكاية ملك لا هو لا يتحدث عن ملك معين يفعل شيئا معينا هل غرور وكبرياء قريبة منها ولكنها لا تتمثل مع الإجابة الصحيحة ولا تطابقها لأنه لا يتحدث عن الغرور الكبرياء في حد ذاته هل يتحدث عن نشأة الخليقة لا تماما إذن الإجابة الصحيحة تتمثل في البديل الأول سبب الحروب ننتقل إلى سؤال آخر الطموح الإجرامي الذي لا يقف عند حد ما علاقة القول السابق بالحوار التالي له هل تتذكر أيها الطالب الذكي الحوار الذي تلاه هل تتذكرين أيها الطالبة الذكية الحوار الذي تلاه الحوار كان بين فيلسوف بين الإسكندر سأله ماذا تفعل بعد فتح أثينا قال له ماذا تنوي أن تفعل قال أغزو وذكر له أسماء أماكن العراق مصر العالم نعم ثم يجلس ويستمتع فقال له ما الذي يمنعه إذن الحوار كويس كان يدور على ما الذي سينوي الملك الإسكندر أن يفعله قال له سيفتح بعض البلدان نعم ما علاقة هذا القول بالحوار هل رأي ودليل عليه إجمال وبعده تفصيل سبب ونتيجة له مقدمة ونتيجة لها عزاء الطلاب الإجمال وبعده تفصيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقل الله في الضعيفين المرأة واليتيم المرأة ضعيف من الضعيفين اليتيم هو الضعيف الثاني الإجمال يأتي بشيء مجملا ثم يأتي بعد ذلك في التفصيل له بأن يبين أجزائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس خمس إجمال الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الثاني قام الصلاة الثالث الزكاة الرابع صوم رمضان الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن الإجمال بعده تفصيل تتكون جامعة المنوفية جامعة المنوفية إجمالا من كلية التربية كلية الطب كلية الأداب كلية الهندسة كلية الهندسة الإلكترونية إذن إجمال في الجمعة ثم تفصيل له عندما يذكر الكليات والمعاهد إذن لا يوجد هنا إجمال ولا تفصيل نعم الإجابة صحيحة هي رأي والدليل علي وإليك التوضيح سأل أحد الفلاسفة الإسكندر الأكبر ملكة مقدونية بعد فتحة يتينا ماذا تنوياً تفعل؟ قال أغزو فارس وبعد فارس أغزو مصر وبعد مصر أغزو العالم أستريح وأستمتع فأسأله الفلاسفو وماذا يمنعك أن تستريح وتستمتع الآن؟ هذا الحوار ما علاقته بالطموع الإجرامي الذي يقف عند حد؟ نعم الطموع الإجرامي رأي للكاتب والحوار هو دليل علي في أغزو فارس وبعد فارس طموح إجرامي لا يقف عند حد والرأي سنذكر بعد ذلك في إحدى الشرائح الفرق بين الرأي والمسلمة والحقيقة فلا تغادر أيها الطالب أيها الطالبة ما نوع النص السابق؟ مقال علمي، قصة قصيرة، رواية قصيرة، مقال أدبي نعم، هو مقال أدبي نعم، التوضيح أعزاء الطلاب النص يعرض لموضوع السلام والنص بتكوينه أحد في نون الأدب فرأي الفلاسوف في الإسكندر مجرم حرب محارب قوي متعاطش للدماء باعث عن المتاعب توضح لأبناء الطلاب والطالبات أمرا مهماً عندما تجيبون عن أسئلة القراءة أحياناً يخطر البعض بأن يعزل نفسه عن النص الموجود أمامه هو يسألك ليس من خلال خبرتك الشخصية ولا معلوماتك إلا إذا طلب منك ذلك أنت تجيبه في حدود النص ما رأي الفلاسوفي في الإسكندر استنتج، ولكن عليك أن تعتمد على النص الذي يوجد أمامك لا تستنتج من أفكارك أنت من رأيك الخاص إلا إذا طلب منك ذلك وإذا طلب منك ذلك أيضاً لابد أن تستنتج على أساس ما هو يوجد أمامك لابد من دليل ترتكز عليه نعم، الحوار الذي ضار بين أحد الفلاسفة والإسكندر الأكبر قال له الفلاسوف ماذا تنوي؟ قال أغزو فارس، وبعد فارس مصر، وبعد مصر العالم، وبعد العالم قال له أستريح وأستمتع فسأله، وماذا يمنعك أن تستريح وتستمتع الآن؟ هل يرى أنه مجر حرب؟ هل يوجد دليل في رأي الفلاسوف؟ وليس في قول الإسكندر هل هو محارب قوي؟ هل هو متغطش من الدماء؟ هل هو باحث عن المتاعب؟ نعم، يرى الفلاسوف أنه باحث عن المتاعب لماذا؟ يتضح من نصيحته له بأن يستريح ويستمتع؟ لأنه رجل يبحث عن المتاعب ما الذي يمنعك أن تستريح وتستمتع الآن؟ إذن، ينصحه بأن يستريح ويستمتع إذن يراه يبحث عن المتاعب أليس كذلك؟ قد تكون الإجابات السابقة صحيحة وهي وجهات نظر إلى أنه من خلال النصيحة يرى الفلاسوف أن الإسكندر الأكبر يبحث عن المتاعب ننتقل إلى سؤال آخر على ما اعتمد الكاتب بصياغته لموضوعه من حيث الأسلوب؟ قد يأتي السؤال بطريقة أخرى ما نوع الأسلوب الذي استخدمه الكاتب؟ هل السرد والحوار؟ السرد فقط، الحوار فقط، الأسلوب الخبري؟ نعم، يسأل ما معنى السرد وما معنى الأسلوب الخبري؟ الأسلوب الخبري، كما درست، هو ما يمكن أن نحكم عليه بالصدق والكذب السرد، الحكاية، هو يحكي حكاية، يقول حدث كذا وكذا وكذا أما الحوار، ويعني بلغة الإنجليزية، ديالوج، حوار، إنسان يقول شيئا، وإنسان آخر يرد عليه، فيقول الأول شيئا، ويقول الثاني شيئا آخر، وهكذا الحوار الذي يدور بين اثنين، وأحيانا يدور بين مجموعة، هل النص الذي قرأناه اعتمد فيه الكاتب على السرد والحوار؟ أم السرد؟ نعم، السرد والحوار، الكاتب يحكي الحكاية، ويقصها علينا، وخلال ذلك استعانى بالحوار الذي ضار بين أحد الفلاسفة والإسكندر إن أعظم حب ينطوي عليه قلب الإنسان أن يضحي بالروح من أجل صاحبه وأوطني تمثل العبارة السابقة حقيقة مسلمة رأيا زعما الحقيقة هي التي لا يختلف عليها أحد إذ ماذا؟ الأرض تدور حول نفسها مرة كل يوم، وتدور حول الشمس مرة كل سنة الليل والنهار يتعاقبان، حقيقة يوجد ليل ويوجد نهار على الكرة الأرضية حقيقة لا يختلف فيها أحد وهناك حقائق تاريخية، نعم، المسلمة هي التي وصل إليها الإنسان بالعلم لاحظ حزيز الطالب قد تتحول المسلمة إلى حقيقة إذا أصبحت مشهورة ويعرفها معظم الناس لا نقول الجميع، بل الأغلب مثل ماذا؟ المثلث لو ثلاثة أضلاع، نعم، المربع يتكون من أربعة أضلاع الناس جميعا أو معظمهم يعرفون ذلك إذا تحولت من مسلمة إلى حقيقة أما المسلمة مثل ماذا؟ المثلث المتساوي الأضلاع متساوي الزوايا هل الناس جميعا يعرفون ذلك؟ لا، إذن هي مسلمة درجة الغليان، غليان الزوال هي مئة مئوية مثلا مسلمة الرأي هو ما يحتمل الصدق أو الخطأ أو الصواب والخطأ، الصدق أو الكذب رأي مثل ماذا؟ مثل عندما يلتقي فريقان لكرة القدم وفريق ينتصر وآخر يهزم قد يرى البعض أن الفريق المهزوم قد أدى أفضل لماذا؟ لأنه وصل إلى المرمى مرات عديدة ولكن الحفظ لم يقف بجواره يرى الآخرون أن الفريق الفائز هو الأفضل لماذا؟ لأنه فاز إذن هذا رأي وهذا رأي وإذا اختلف معك أحد في رأيك عليك أن تقدر الرأي الآخر ليس عليك أن تكرعه لرأيه الذي يخالف رأيك الزعم أو لا بالكذب بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا إذن ما الذي يمثله هذا القول؟ نعم يمثل رأيا قد يكون صائبا وقد يكون خاطعا وقد يأتي الكاتب كما فعل ليخالفه الرأي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ وقال الكاتب هذه الحروب في مجموعية قد تمثل إقبال الناس على الانتحار إذن هو رأى أن أعظم حب ينطوى عليه أن يضحي بالروح من أجل وطني وقال أيضا بعد ذلك الحروب في مجموعية قد تمثل إقبال الناس على الانتحار إذن هو يخالف نفسه وهذا ما يسمى بالتناقض نعم ننتقل إلى سؤال آخر كيف دلل الكاتب على صحة ما يقول؟ بالفلسفة بالتاريخ بالمنطق باللغة إذا تذكرت جيدا ما قاله تجد أنه كما قال من أول أنس محمد سعيد دنيا نعم أحسنت أنس بالتاريخ يتضح ذلك من قوله قصة الحروب منذ نشأة الخليق الإسكندر الأكبر ملك مقدوني لقد روى التاريخ وألاف الأمثلة نعم نعم إذن هو استعانى بالتاريخ ليودلل على صحة ما يقول هل الدعوة إلى السلام دليل على الضعف؟ نعم قد تكون لا أحيانا كما قلت لك مسبقا في هذه المرة من المحاضرات عزيز الطالب عزيزة الطالبة لا تجيب عن السؤال من خلال خبرتك الشخصية من خلال النص الذي يوجد أمامك هل الدعوة إلى السلام دليل على الضعف؟ قد تكون نعم من خلال تجربتك الشخصية ولكن الإجابة الصحيحة تتمثل في الخيار الثالث أو البديل الثالث لا ما الدليل على ذلك من خلال النص الذي قررناه؟ ليس معنى هذا أننا دعاة السلام أو دعاة تهديئة كما يقولون حين يشيرون تهدبا إلى دعاة هزيمة حاشا لنا ذلك وإنما نحن لا نؤمن بالحرب إذن ليس معنى الدعوة إلى السلام أنها دليل على الضعف من خلال النص المقروب فليس أمام النوع المشاري إلا أن يختار واحدا من اثنين إما السلمة عن طريق الاتفاق وإما السلمة عن طريق الموت الشامل ما علاقة ما فوق الخط بما قبلها؟ تخيير تفصيل توضيح شرح نعم إجابة صحيحة تفصيل بعد إجمال يختار واحدا من اثنين اثنين هنا جملة نعم الأول السلمة عن طريق الاتفاق الثاني السلمة عن طريق الموت الشامل إذن هو تفصيل بعد إجمال ننتقل إلى سؤال آخر بل خطر الذي يواجه البشرية ويهدد مقاءها عليك أن تجيب سريعا ولكن من خلال النص الذي قرأناه وليس أيضا من خلال خبرتك الشخصية نعم الحرب العلمية لقد وردت إجابات غير صحيحة كثيرة الحروب بأنواعها نعم هي إجابة ولكن الإجابة الصحيحة تتمثل في البديل الأول لماذا؟ كما قال هناك أمر يجب أن نأخذه مأخذ اليقين هو أنه إذا قام نزع في العالم فلن يكون أمام أي من الجانبين المتنازعين فرصة للنص بالمعنى الذي يفهم من هذه الكلمة فالحرب العلمية إذا أطلق لها العنان فأغلب الظن أنها لن تدعى أحدا على قيد الحياة نعم الذي يهدد بقاء البشرية هي الحرب العلمية فيما تختلف حروب اليوم عن الحروب القديمة عليك أيضا أن تجيب من خلال النص المقروع عود فائز وخاسر هذا هو الذي يميز حروب اليوم عن الحروب القديمة لماذا؟ كما قال في النص المقروع لن يكون أمام أي من الجانبين المتنازعين فرصة للنص بالمعنى الذي يفهم من هذه الكلمة لماذا؟ قديما هناك فائز وهناك خاسر أما في العصر الحديث الحروب الحديثة لم تدعى أحدا على قيد الحياة سواء كان خاسرا وحتى الفائز ما شعور الأجيال القادمة تجاه الشهداء في عالم يخلو من الحروب؟ هذا سؤال استنتاج سؤال مركب سؤال عليك أن تستنتج من الذي سيشعر به؟ من سيأتي تجاه من مات في الحروب؟ نعم الأسى والحزن نعود إلى النص يقول شعور يختلط فيه الكبرياء بالحزن إذن كبرياء وحزن إعجاب ورفاء إذن الذي تكرره الحزن هل يوجد كبرياء هنا؟ لا هل يوجد إعجاب هنا؟ نعم يقترب منه الفخر ولكن الأسى هو الذي تكرر نعم إذن الإجابة الصحيحة تتمثل في البديل الأول الشعور هو الحزن على من مات في الحروب ننتقل إلى قطعة قراءة أخرى السلام في اللغة مصدر وهو اسم مشتق من الفعل سلمة ويأتي بمعنى الأمان والنجاة مما لا يرغب فيه فيقال سلم من الأمر أي نجى منه والسلامة من النافاته النجاة والتخلص منها والسلام في مفهومه العريض في مفهومه العريض يمكن أن يشمل عدة تعاريف فالسلام في الشرع لفظ تراد به البراءة من العيوب وتأتي كلمة السلام بمعنى التحية فهي تحية الإسلام وتحية أهل الجنة كأن يقال السلام عليكم عند لقاء الناس ودعهم وكأن المسلم يقول لأخيه لك مني سلامته فلا تخش شيئاً فيرد عليه الآخر بالمثل ويقال عند الخروج من الصلاة أيضاً السلام عليكم وعندما يقال عليه السلام أي الدعاء بالصلاة والرحمة من الله وملائكته كما أن السلام اسم من أسماء الله الحسنة وصفة من صفاته وقد سمى نفسه سبحانه وتعالى بهذا الإسم لسلامته من كل ما يلحق بمخلوقاته وعباده من نقص وعيب وفناء إذ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الآية السلام في مفهومه العريض لا يعني زوال الصراع والخصام فقط وإنما يمكن أن يتطلب تأسيس هزمة من المفردات والقيم والمواقف والعادات التي ترتكز على الاحترام الكامل لمبادئ السيادة والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والحوار والتعاون بين الشعوب والثقافات المتعددة ونبذ ثقافة القوة واستخدامها وإكراه الشعوب لخوض خيارات ضد إراداتهم ولقد عرف المؤرخ البريطاني أرنولد توين بي السلام بمقولة عش ودعرك يعيش وقد قصد بذلك أن السلام يجب أن يمنع للشعب حتى يتسنى الحصول عليه كحالة عامة وبما أن سلام هو نعمة للبشرية فإن العنف والحروب لعنة ولما كان السلام هو المحبة والتعيش فالحروب هي العداء والتفلقة أجهدت الحروب والصراعات على مر الزمان شعوب الأرض كلها فالجميع يطمع اليوم إلى السلام الذي يستجيب لآمالهم وأمنياتهم ويؤمن لهم حياة رغيدة دون خوف من القذاف بكل أنواعها أو الرصاص والقنابل والأسلحة النووية فهذه الأمور تخيف الكبار وتقضي على طفولة الأطفال وتهدم المنشيات والحضارات والإرث التاريخي للأوطان إن السلام مهم لكائنات الحية كلها على وجه الأرض أو في الفضاء الذي يحيط بالكرة الأرضية ولا يقتصر تأثيرها على الإنسان وحده وذلك لأن العدام السلم والأمن وشيوع الحروب يتجاوز أثره وخرابه ودماره إلى حدود أبعد مما يمكن تصوره فتتضرر الحيوانات وتفقد مساكنها وبئاتها وتحرق الأشجار والغطاء النباتي الذي يفيد كلا من الحيوان والإنسان كما تفني الموارد مراضف ما فوق الحط فناء ما تعني كلمة فناء وقد سمى نفسه سبحانه وتعالى بهذا الإسم لسلامته من كل ما يلحق بمخلوقاته وعباده من نقص وعيب وفناء الخلاف هنا ما بين موت وزوان الإجابة صحيحة زوان لماذا الفناء يقابله أي يضاده في المعنى البقاء ومعناه الزوان أما الموت فعكسه وتقابله الحياة بالإرث الحضاري هنا الإرث المال الكنز الآثار الميراث هي الآثار وليست الميراث هنا لماذا الإرث هنا تعني هي تعني في اللغة الميراث وما يرثوا الأبناء عن الأباء والسابقين ولكن هنا يقصد بها أن الحروب تهدم بصورة مادية المنشآت والحضارات والآثار التاريخية سواء كانت مادية أو معنوية للأوطان ما سمى الأسلوبية السيدة في الفقرة الأولى عليك التركيز تجد أنه أكثر من الإطناب نعم السلام في اللغة المصدر ما هو اسم المشتق من الفعل السلمة يأتي بمعنى الأمان والنجاة والأمان أي النجاة مما لا يرغب فيه نعم يقال السلم من الأم نفس المعنى إذن أكثر من الإطناب إلى من يشير اسم الإشارة في الفقرة فهذه الأمور الذخيرة الأمور الحروب الصراعات عزيز الطالب هو يشير إلى الأمور بالفعل ولكن ما المقصوب بهذه الأمور هل الذخيرة الحروب الصراعات إذن نستبعد كلمة الأمور الخيار الثاني نعم هنا الذخيرة لماذا؟ التوضيح أخبر عن الحروب والصراعات في السطر الأول أنها أجهتت شعوب الأرض ثم انتقل إلى معنى آخر انتقل إلى الأسلحة بأنواعها وأخبر عنها بأنها تخيف الكبار وتقضي على الطفولة طفولة الأطفال وتهدم المنشاة إذن هو يتحدث عن الأسلحة بأنواعها لا توجد الأسلحة هنا في الخيارات وإنما توجد الذخيرة والذخيرة نعم قد تتكون من القذائف أو الرصاص أو القنابل أو الأسلحة والقنابل الذرية أو النووية نعم كيف يمكن الحكم على أن الكاتب استخدم الفلسفة في التعبير على معنى الفقرة هنا فيما استخدم الفلسفة هل العقل والمنطق أدلة وبرائين تحليل وتعليل مقدمات ونتائج كل هذه الأمور مستخدمة في الفلسفة نطبقها على الفقرة التي توجد أمامك نعم إجابة صحيحة المقدمات والنتائج نعم المقدمات تمثلت في ماذا السلام في مفهوم العريض لا يعني كذا وكذا عيش مقدمة السلام يجب أن يمنى للشعب السلام هو نعمة وبعد ذلك أتت النتائج إذن المقدمات والنتائج هي التي تمثل الفلسفة هنا في هذه الفقرة وهي سمة من السمات المسلوبية أيضا العلاقة بين الفقرة الأولى والثانية كالعلاقة بين ماذا وماذا العلاقة المقدمة الأولى كانت تتحدث عن السلام في مفهوم محدود ثم بعد ذلك أتى بالسلام على مفهوم واسع نعم الجابة صحيحة تتمثل في الخيار الرابع المنزل والوطن التوضيح في الفقرة الأولى يعبر عن السلام على نطق محدود أما الثاني السلام بمفهومه الواسع يضم الفرد مع غيره كالمنزل الذي يضم فرد وحده بينما الوطن يضم الفرد ويضم منزله وباقي المنازل ما العنوان المناسب للنص السابق النص القراعى هنا ولكن لا يعني النص أن يكون شعرا المعنى هو العنوان المناسب هو هو إجابة صحيحة السلام نعم تقلوا إلى سواء لنه آخر من أي فنون النف هذا النص الأدبي نعم هو مقال قصير المقال القصير فن أدبي يعرض لفكرة معينة بأسلوب مركز ويطلقون عليه العمودة الصحفية أو الخاطرة أما المقال الطويل فتراوح بين صفحتين إلى عشر صفحت ما المغزى الضني لما فوق الخط يقول إن سلام مهم للكائنات الحية كلها على وجه الأرض أو في الفضاء الذي يحيط بالكرة الأرضية ولا يقتصر تأثيرها على الإنسان وحده إذن يتأثر غيره المغزى الضني نعم تأثر الحيوان والنبات نعم ووضح ذلك في الفقرة تتضرر الحيوانات تفقد مساكنها وبئاتها وتحرق الأشجار والغطاء النباتي نعم ننتقل إلى سؤال آخر علاقة ما فوق الخط بما قبله شيوع الحروب يتجاوز أثروا وخربوا وضمروا إلى أبعد الحدود نعم تتضرر الحيوانات تفقد مساكنها تحرق الأشجار والغطاء النباتي نعم ما علاقة ما فوق الخط بما قبله تفصيل تعليل تحليل توضيح هو توضيح أحسنتم أحسن الله إليكم جميعا ما فوق الخط توضيح لأثر انتشار الحروب وخرابها ودمالها وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته